قال وزير الخارجية سمح شكري أن عام 2022 يعد عاما استثنائيا في تاريخ مصر حيث يشهد مرور قرن على حصول مصر على حقها في الاستقلال بموجب تصريح 28 فبراير من عام 1922 وقد كان لخطوة الاستقلال نتائج هامة تمثل أهمها في إنشاء وزارة الخارجية وخلال كلمته بمناسبة احتفال جامعة عين شمس بمئوية وزارة الخارجية أضاف شكري أن هناك قواسم حضارية مشتركة مع جامعة عين شمس التي تفتخر باستضافتها لهذه الاحتفالية بعل أهمها قصر الضعفرانة المقر الحالي لرئاسة جامعة عين شمس الذي كان من أوائل المقار التي استضافت وزارة الخارجية المصرية يشرفني بمناسبة مئوية وزارة الخارجية أن أشارك في الاحتفال الخاص بها بجامعة عين شمس ذلك الصرح الأكاديمي العريق الذي يلتقي مع وزارة الخارجية في إرث تاريخي وقواسم حضارية مشتركة لعل أهمها قصر الضعفران المقر الحالي لرئاسة الجامعة والذي كان من أوائل المقار التي استضافت وزارة الخارجية المصرية وكان هذا القصر أيضا شاهدا بشموخي على إقرار مثاق جامعة الدول العربية بين أروقته عام 1945 كما أعتز شخصيا بما قضيته من سنوات أربع طالبا في كلية الحقوق بجامعة عين شمس التي تخرج في كلياتها المختلفة أجيال متعاقبة من أبناء هذا الوطن العظيم سهموا في رفعته وزهاره موسيقى موسيقى